موسيقى 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 حوالي 45 شخصية أساسية كل وحدة من الشخصيات إلى مساحتها للدرامية اللي بتبين فيها بطولتها وما في شي ما نفصل عن الثاني نهائياً حاولت قدر الإمكان إنه نحنا يكون مبني بحيث إنه مثل قطب الصوف يعني بيفرط مشهد بيفرطوا عدة مشاهد وراء لأنه ماانا خطوط درامية معنزولي عن بعضها ما في بطولة فردية وما في قصة فرد في قصة جماعة اللي هي فعلياً الوطن اللي هو متجسد بهاي الضيعة المسلسل ما بيحكي لهجة بيضاء ما بيحكي عن مكان جغرافي معين وبالتالي مو عن طائفي معين ولا عن دين معين فيك تشيل الضيعة ترك بها بأي مكان بسوريا بيزبط فيني حتى عمم إنه فينا نشيلها حتى بأي مكان بالوطن العربي كمان بيزبط بالنسبة للعمل خاصة إنه بيتوجه بترميز قوي وكبير للنساء لأي درجة بتحسي الدراما السورية يمكن اليوم عم بتعاني من نقص الأعمال أو النصوص اللي إلها علاقة بالنساء بشكل عام للدراما السورية فعلاً بأزمي أنا ما بقول إنه دراما بخير لا لا ما بخير عم بتعاني من كتير أزمات بدءاً من الناس انتهاءاً بطريقة التسويق اليوم النصوص عم تستسهل الكتابي باتجاه الأزمة عم نعلق على شماعة إنه الدراما والسينما هي مرآة للواقع لا ما بيصير هذا الحكي أنا إذا بدي أرجع أقول الواقع متل ما هو بحضر نشرة الأخبار اليوم من المقاسي اللي عم بتصير فعلياً على الواقع ما عد الخيال بيقدر يغطي الواقع صار الواقع أشد بؤساً من ممكن تتخيل أنت من مقاسي فاليوم دوري لا أنا أقدم شيء من هذا السحر الرمزي اللي أنا يرجع يشد المشاهد لشاشة التلفزيون يرجع يثير فضوله ما يتوقع شو بده يصير بنهاية الحلقة أو بنهاية المسلسل يحس إنه هو فيه بكل شخصية بتعني حدا من اللي موجودين قدام التلفزيون من إمرأة لرجل لطفل كتير خطر إنه أنا عم فوت على كل بيت أنا ما كان يعني ما عم بكون متل رواية عنده خيار يشتريها أنا لما عم فوت التلفزيون عم فوت ضد إرادة العالم وبيني وبين المقارنات اللي موجودة هي كبسة زر ريمونت كنترول فاللحظة اللي أنا بفقد فيها اهتمام المشاهد خلال ثواني بغير المحطة بخسر أنا المتابع تبعي كتير كان في حذر باتجاه أنه اليوم بدأ أقدم شيء بالدراما السورية مختلف عن اللي تقدم خلال سبع سنين الأزمة واللي أنا بشوف أنه الدراما السورية خسرت كتير من تاريخها العريق اللي تعبوا كتير أشخاص لوصلوها لمرحلة ما قبل الأزمة فيه مسؤولية كتير كبيرة أنت اليوم عم تاخدي هذا الكمل هائل من الفنيين ومن الممثلين ومن فريق عمل ومن شركة إنتاج بخطوة جديدة وغير مسبوقة اي بتخوف بس بنفس الوقت فيها المتعة بأنه أنت اليوم عم بتحاولي تفتحي صفحة جديدة بالدراما السورية والموضوع المتعلق بتركيزه على المرأة؟ اي الدراما لحد ما ظلمت المرأة السورية إما بالشغلات الشامية الأديمية اللي عم بتقدم المرأة السورية على أنها هي التابعة للرجل واللي دايما بن عمي وهي الطريقة اللي مانا للمرأة السورية أنا ما بشوفها هيك أو بالطريقة اللي عم بتقدمها لدراما اللي عم بتبيع للخليج اللي هي المرأة السورية المتحررة من كل شي فعليا بدون قيود اجتماعية بدون كمان مو هيك المرأة السورية مرأة سورية بهذه الأزمة هي أم الشهيد هي اللي عمرت هي اللي زرعت بغياب الرجل هي اللي ربت أطفال ويتامة اللي علمت بالمدارس واللي لسا عم تروح على وظيفتها واللي لسا عم تكون موجودة قدام كاميرا لحتى تمثل العمل بيكرس أنه المرأة قادرة فعلا على أنها تقوم بكل الأعمال بغياب الرجل وغير معتمدة عليه ولما بتنحط بظروف الدافع لحالة عن هذا الوطن هي بتقدر تدافع عن هذا الوطن مش معناته نحن نستغني عن الرجل بطريقة أو بأخرى لا بس الفكرة أنه إمكانيات المرأة هائلة جدا عم نحاول أدر الإمكان نضوي عليها وخصوصا المرأة السورية اللي سمدت سبع سنين بهذه الأزمة ومنع تتحقها حضرتك كاتبة سينمائية لأي درجة بتشوفي نفسك أنت ملتصقة ممكن بالكتابة للسينما عن الكتابة للتلفزيون السينما تجربة فيها حرية أكبر يعني فريق عمل أقل عدد مشاهد أقل بتقدري تكثفي بالمشهد كميه كتير كبيري أكتر ما من التلفزيون اللي عانيت في لما كتبت للتلفزيون أنه ضليت بدي أخذ تكثيف المشهد السينمائي بس عندك أنت بك تغطي 30 حلقة بك تغطي 18 ساعة التصوير وبنفس الوقت ما بدي حط الحواريات اللي بلى طعمي اللي بس بدي تعبي وقت وما بدي حط المشاهد اللي كمان بتمرك وقت على ساعات التلفزيون بدون ما تعطي للمشاهد أي معلومة لأنه بلحظة رح يفقد اهتمامه فيكي فهذا الكم الكبير من التكثيف بعدد هائل من المشاهد حوالي 921 مشهد كان فعلا يعني معاناة لحتى خلص النص مو سهلي 45 شخصية كل شخصية إلى وجودة وإلى حضورة ما خلصت كتابة النص لحد ديت ما حسيت أنه صاروا عبئ بالبيت آخر حلقة ضبيت النص وفتحت الباب تلون خلص طلعوا لحد ديت ما يفضل واحد روحوا منن بكرا إن شاء الله بتعيشوا معهم 30 حلقة لما بينعرض المسلسل وكل شخصية بتتعلقوا فيها بطريقة مختلفة لأنه إلى الوقت اللي بتكون فيه بطلي بطريقتها ويمكن مقولة المسلسل كلايات واللي عطيتكن ياها يمكن بالملخص اللي هي بتقول الكل على حق والجميع على خطأ